الرجل غني عنده مشاكل وأجر عدة عمليات بالأمعاء وأثناء قيادته لسيارته وهو في حالة ملل وحزن وكأنه تائه لا يعرف أين طريقه أوقف سيارته بالقرب من قرية صغيرة وشاهد من بعيد فلاحا بسيطا يجلس على الأرض ويأكل فنزل الغني من سيارته وذهب قريبا من الفلاح وظل يشاهده وهو يأكل فنهض الفلاح وأسرع للغني يدعوه للأكل معه فحاول أن يفهمه بأنه لا يستطيع أكل ما يأكله ولكن الفلاح أصر فجلس الغني أمامه ووجد الصينية طعام بها طماطم سليمة وخيار وجرجير وفول وفلافل وخبز وحتى لا يحزن الفلاح مد الغني يده وأخذ واحدة من الطماطم وأكلها وبعد دقائق صرخ الغني وسقط على الأرض من شدة الألم وأصيب الفلاح بحالة رعب فنادى الفلاح على أولاده ليحملوا الغني ويدخلوه البيت فطلب منهم الغني أن يأتوا بحقيبة علاجه من السيارة ثم نام من شدة الألم وطوال الليل والفلاح يصلي ويدعو الله أن يشفي الغني واستيقظ الغني على صوت دعاء وبكاء الفلاح وهو يرفع يده ويقول يا الله بحق الماعزة شفه تعجب الغني وظل صامتا يستمع لدعاء الفلاح وبعد أن ختم الفلاح قيام ليله سأله الغني عن قصة الماعزة فأخبره الفلاح إنها سر بينه وبين الله وعندما أصر الغني على معرفة القصة قال له الفلاح في شبابي كنت مزارعا بالأجرة وفي أحد الأيام ماتت ابن تجارنا وهي تلد وقد وضعت توأما فأخذ والدها يبحث في كل قرية عن سيدة ترضعهما وفي ليلة سمعت بكاء التوأم حتى أشرق الصباح فذهبت لأرى ما يحدث فلم أجد بالبيت أحده والتوأم بلا ملابس أو وطاء فذهبت إلى السوق واشتريت لهما ملابس وأغطية وأشياء لزوم البيت وتركتهم داخل بيت التوأم ولكني شعرت بأن شيئا ينقص ولا أدري ما هو وعندما نمت رأيت في منامي شيخا معه حبل يقول لي اربط به الماعزة في دار التوأم فذهبت في الصباح إلى السوق واشتريت ماعزة ومن يومها نام التوأم وجدهم يدعو لمن أتى له بالماعزة والتي أصبحت سرا بيني وبين ربي ما دعوته بها إلا واستجاب وبإذنه تعالى سيتم شفاءك لم يقتنع الغني بقصة الفلاح ولا بدعائه وفي أول زيارة لطبيبه قال له متعجبا ماذا أخذت من دواء كل الثقوب والالتهابات التي في أمعائك التأمت وشفيت تماما فأسرع الغني إلى الفلاح يقبل يده ويرجوه أن يطلب منه شيئا يقدمه له فابتسم الفلاح وقال له حسن الظن بالله وجبر الخواطر صدقه وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كأفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يؤفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شفورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي رواه مسلم أبو الميسور الحال غليظ القلب له ابنتان الكبرى اقترب عمرها من الثلاثين عاما وظلت ترفض كل من يتقدم لخطبتها بسبب غرورها وتعاليها أما الصغرى فبعد أن تخطط العشرين بعامين تزوجت شابا على خلق ودين وهذا ما أشعل النار في قلب أختها الكبرى والتي قررت إفساد حياة أختها الزوجية بسبب غيرتها وحقدها عليها فكلما سألتها أختها الصغرى عن رأيها في مشكلة ما بينها وبين زوجها وأسرته ادعت حبها الكبير لها ونصحتها بالتعالي والتكبر على الزوج وأهله وحولت حياة أختها السعيدة إلى جحيم مما جعل الزوج بعد عامين من تحمل إهانتها له هو وأسرته أن يرسلها إلى بيت أهلها ومعها طفله وعمره عام وهذا ما جعل الأب يعاملها أسوأ معاملة بعدما تأكد من سوء تعاملها مع زوجها وأهله وعندما تأكدت الأخت الصغرى أن أختها هي سبب كل ما حدث لها قالت لها بغضب لقد دمرت حياتي بنصيحة كليب التكبر والتعالي على زوجي وأهله وعدم التواضع معهم ولم تذكرين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد لم تهتم الأخت الكبرى بكلام أختها وبعد أيام تزوجت من شاب ثري ويشاء رب العالمين أن يعاملها هذا الزوج أسوأ معاملة هو وأهله بسبب غرورها وكثيرا ما طردها زوجها من بيته ولكنها كلما تذكرت قسوة أبيها اعتذرت لزوجها وتحملت إساءته ورغم ذلك تم الطلاق وعادت لبيت أبيها وحزنت كثيرا عندما علمت أن زوج أختها قد أعادها لبيته واعتذل لها بعدما علم أن ما حدث منها كان بسبب نصائح الأخت الكبرى التي لم تكن على قدر المسؤولية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين منذ طفولته وحتى أصبح في الثانوية العامة كان أيمن من الأوائل والمتفوقين دراسيا وكان يحافظ على صلاته في أوقاتها ولا يعرف إلا المذاكرة وطاعة والديه حتى أتم امتحاناته في الثانوية العامة وقد وعده والده بشراء سيارة له إذا ما كان من الأوائل بعد الانتهاء من الامتحانات بدأ أيمن رحلته مع الإنترنت فأصبح ليلة نهار جالسا أمام الكمبيوتر يتبادل الأحاديث مع أصدقائه وصديقاته على الفيسبوك ومن خلاله تعرف على مجموعة من أصدقاء السوء غيروا نظام حياته فأصبح يتأخر عن الصلاة ثم انقطع عنها كما أصبح لا يهتم بوالديه ولا ببرهما وتدهورت حالته الصحية بسبب السهر حتى الفجر وتدخينه وتعاطيه لبعض أنواع السموم حتى يثبت لأصدقائه بأنه من الأقوياء كل هذا تم خلال شهر واحد ومرت الأيام وظهرت نتيجة الثانوية العامة وحصل أيما على مجموع بنسبة 97% وانتظر عودة والده لتحقيق وعده له بشراء السيارة وفي هذا اليوم علم الأب وهو في عمله بنتيجة ابنه وعندما عاد للبيت استقبله أيما بجملة واحدة وهو شبه نائم أين السيارة التي وعدتني بها فابتسم الأب واحتضن ابنه ثم أخرج من جيبه علبة بها مصحف وقال لابنه خذ هديتك رد أيمن في غضب شديد بعد كل هذا التعب تعطيني مصحفا ثم ألقى بالمصحف في وجه أبيه وقبل أن يغادر المنزل سب أباه وقال لن أعود إلى هذا البيت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما توفي الأب من الصدمة في نفس اليوم الذي خرج فيها أيمن من المنزل وبعد عدة أسابيع ندم أيمن على فعلته وقاطع أصدقاء السوء وعاد إلى بيته فوجد المصحف في غرفته ملقى على الأرض كما كان والعلبة مفتوحة فتحسر على ما فعله وأراد أن يقرأ بعض الآيات فإذا به يفاجأ بأن المصحف ما هو إلا علبة وداخلها مفتاح السيارة التي كان والده قد وعده بها فانهار أيمن وقام بتحطيم جهاز الكمبيوتر وهو يبكي بكاء شديدا وبعدها أصيب بشلل من هول الصدمة ومن ندمه على ما فعل وعلى تسرعه في الحكم على والده ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا